النفس دوما تشتاق إلى رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة منهجه الدعوي وهذه هي محطة هذه الوحدة المباركة ولا قد أجد في أبناء الطلاب شوقا كشوق إلى معرفة منهج الدعوات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عقدت له هذا الدرس الثاني من تلك الوحدة المباركة الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنهج المراحل المحاور الملامح أمور أربعة سنتعرف عليها في هذا الدرس وذلك في العناصر التالية العنصر الأول سنتناول فيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته والعنصر الثاني سنتناول فيه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء منهجه الدعوي في المرحلة المكية وكذا في المرحلة المدنية وأيضا سنقف على المحاور الدعوية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنختم الحديث في هذا الدرس من عناصره عن ملامح الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى العنصر الأول لقد كانت المناهج الدعوية عظيمة تعلمت دعاة مناهجها من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم حيث سلك الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواته إلى الله وإلى الإيمان به بما جاء به خطة الرشيد وسياسة الحكيم كان النبي حكيما رشيدا في هذه الخطة التي تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والخلق النبيل ولعلك عزيز الطالب ترى أنها أمور متشابكة إذ لا يمكن فصل أحدها عن الباقيين وراء ذلك رسم القرآن الكريم هذا المنهج لرسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم وهذا ما كتب لها البقاء وما كتب لمنهجه الرشد يقول تبارك وتعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فالآية الكريمة قد أكدت على شمولية هذه الخطط الثلاثة أو هذه القوائم الثلاثة التي يعتمد عليها المنهج منهج النبي في الدعوة وهو ما ينبغي أن يسير عليه الدعاء الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن فالجدال بالتي أحسن يقوم على الخلق النبيل أما عن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ منهجه في مكة فقد كان النبي يواجه أهل مكة منذ بعسته حيث واجه ظروفا عصيبة وقلوبا متحجرة ونفوسا متأهبة لأن هذه النفوس قد وجدت النبي صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة ناجحة فأردت أن تحول بينه وبين نجاح دعوته وهو ما دفعه إلى تنفيذ منهج في دعوته يقوم على مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة الدعوة سرا لقد استمرت الدعوة سرا أكثر أو ثلاثة سنوات هذه السنوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأفراد أولا وبدأ المسلمون بعد ذلك يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم إن الدعوة الفرضية هنا قد آتت ثمارها في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن ويأخذون عنه هذي الإسلام العظيم ويرعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتربية الصالحة والتزكية الطاهرة واستمرت هذه الفترة ثلاثة سنوات وكذلك المرحلة الثانية كانت جهرية واضحة ولقد كان لكل مرحلة ظروفها أما عن هذه المرحلة الثانية وهي المرحلة الجهرية فقد جهر النبي بالدعوة حيث قال له ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين اصدع يعني قم داعية إلى ربك بكل قوتك اجهر بالدعوة إلى الله عز وجل فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس من حوله فصعد الصفى ونادى الناس لينذرهم ويبشرهم بأنهم إن قالوا لا إله إلا الله أفلحوا قال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فإن قلتموها فقد ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على هذه السياسة في مرحلة الدعوة الأولى والثانية فماذا عن المرحلة الثالثة أو عن مرحلة الدعوة في المدينة هذا ما سنعرفه في حينه من الشرائح التالية اشتركوا في القناة